ومن هوتموس أنا حب أساعد البنك المركزي قوي أو الله العظيم ما بغذر أنا أظن أنه أي حد في الدنيا لازم يساعد البنك المركزي يعني في دولته بالتأكيد ليه لأن في نهاية خلص أنت بتساعد نقدك بتساعد اقتصادك يعني فأنا عايز أعملي بقى أقول لك طالب خاص برضو عايز حاجة تفصيل أنا هرهق معي المركز الإعلامي بصرا عايز حاجة تفصيل كده على مسألة الكريبتو كارنسي أو العملات المشفرة إحنا ممكن ننقي مثلا أهم عشر أو أشهر عشر عملات مشفرة ونشوف الأسعار بتاعتهم بدأت بكام وبعدين وصلت لكام بالتدريج ونعمل لها خطوط بيانية أو رسوم بيانية وصولا إلى الحد الأقصى اللي وصلت له كانت أغلى عملة وقتها كانت البيتكوين وصلت لحوالي 68 ألف دولار للعملة الواحدة ثم صادفت انهيار غير مسبوك بالمناسبة البيتكوين كانت طول الوقت تطلع وتنزل وتطلع وتنزل وتتخطى خسائرها لكن من وقت ما وصلت لحد مستوى 16 أو 17 ألف دولار مش عارفة تتخطى هذه الخسائر بل أنها مرشحة لانهيار أكتر من كده البعض هيردوا لك مرشحة لانهيار لأنه في عملات أخرى أصبحت بتحتل موقع البيتكوين المسألة مش في مسألة احتلال موقع البيتكوين برضو العملات التانية بتنهار في أسعارها حتى لو كانت معدلات أو نسب التداول عليها أعلى شوية تاني تعالوا نرجع بالعلم أنا حب العلم أدى عناية مركز الإعلامي إذا كانوا يعني فضيلي شوية هيعمولي برضو حاجة تفصيل كده البيتكوين أو بالأدق مش البيتكوين بقى الكريبتو كارنسي العملات المشفرة ظهرت إمتى بالزبط أول عملة مشفرة كانت إيه؟ كان سعرها قد إيه من الدولر كانت كسور الكسور من الدولر بالمناسبة وبعدين بدأت تزيد إمتى وخد بالك من كلمة إمتى دي عشان دي مهمة قوي 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 وبعدين وصلت إلى أعلى مستوى فيها سنة كام وفي شهر كام وبعدين بدأت تنهار تاني وصولا إلى حد قد إيه هنختار عشر عملات بالشكل ده وممكن نروح مطلعين بعض يعني إيه زي ما برضو عودنا المركز الإعلامي مشكورا إنه مقتطفات كده مما نشر فيه أكبر مجلات وإصدارات اقتصادية زي Economist Wall Street Journal Financial Times Bloomberg إيه تحليلهم في إنهيار العملات المشفرة ليه بقول الكلام ده؟ لأنه هو ده من شأنه يوضح للمواطن لما نيجي نقوله ابعد عن العملات المشفرة لأنه أهو بقى نشرح على شاشة الحلوة دي عشان كذا عشان كذا عشان كذا بالمناسبة ده المصلحتك إذا كنت أنت من المغامرين اللي بتحب المغامرة وقلبك جامد حبتين خش المغامرة المحسوبة يعني في حاجة كده اسمها Calculated Risk أو المخاطرة المحسوبة المخاطرة المحسوبة دي يعني إيه؟ يعني إن أنا مثلا لو أنا مش من الناس اللي بحب أخش في الاستثمارات الآمنة بنسبة 100% اللي هي الشهادات والودائع المصرفية كويس؟ كويس؟ فبروح أعمل إيه؟ أقول آه طيب أنا راجل ما أحبش أنا فايدة 12% ولا 14% أنا راجل عايز أخش في 25% وفي 30% أقول لك خش على البورصة والبورصة بالمناسبة برضو ما هياش لعبة ده علم يعني ده إحنا كنا بناخده في الجامعة في الكلية وفيها تخصص 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 فهو علم إن أنا بشوف والله السهم ده يا ترى هو تقييم وكده تقييم عادل ولا أقل ولا أعلى والشركة وبرجع قوامها المالية وفي البداية أنت بتروح الأول لشركة سمسرة علشان وتسجل نفسك وما إلى ذلك وعلشان خاطر تأعرف إنك قدر الإمكان تتداول بشكل آمن وأنا في الحل دي أنصحك تداول على الشركات اللي الأسهم بتاعتها أسعارها في الحنين ده مثلا طيب خبرتي القديمة بقى بتاعت الجامعة طيب الحاجة التانية يا سلم سلم بقى إيه حضرتك اشتري اشتري على الانهيار أول ما تلاقي السوق يقع اشتري إيه عمو أنا هشتري بقى خسرانة هي مش خسرانة لما أنت بتشتري نازل حلو لازم لازم تبقى فاهم نازل ده في ظروف زي اللي إحنا فيها في مصر وفي العالم البرصات كلها حالتها تقريبا واحدة نازل بسبب أزمة اقتصادية ده معناها أنك أنت هتشتري على سعر رخيص أول ما تحصل بوادر استقرار مش هقولك استقرار بوادر استقرار السهم بتاعك هيطلع هتكسب إن شاء الله في كل سهم تكسب لك كم قرش فعدد الأسهم هتلاقي نفسك كسبان مبلغ حلو وهمة 30% اللي انت كان نفسك فيها و 25% اللي انت نفسك فيها وما إلى ذلك طيب في حاجة تانية ودي بقى إيه بتبقى المخاطرة الأكثر أماناً اللي هي إيه خش على الاكتتاب دي بقى ما فيهاش هزار خش على الاكتتاب أقولك على حدوت حلو خش على شركة من شركات المحمول زمان اشتغلت فيها بعد كده بقى فهاها لقيتهم عاملين اكتتاب يعني لسه الشركة بتطرح الأسهم بتاعتها فكان السهم بكام قالك لما هتروح هتاخد السهمة ب10 جنيه ما انت لسه مكتتب انت مش بتشتري سهمة وما تروح دي احنا لسه بنقول إيه يا صباح الفل يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم السهمة ب10 جنيه أوكي رحت قلت تطلب ألف سهم ما قدرت وقتها هم أخري العشرة تلاف جنيه دول طيب اتخصص لي قد إيه لأن الاكتتاب اضغط بدل المرة أضعاف أظن كان 11 ضعف حاجة كده لأنه الاكتتاب دايما قامن ومضمون حبتين ثلاثة يعني فاللي حصل إنه خصصولي بدل الألف سهم خصصولي ميت سهم كويس فتمام رحت أدفع الألف جنيه وبعد كده خدت بعضي رحت سجلت نفسي في شركة من شركات السمسرة والأوراق المالية وتمام وبقيت متكود وأنا زي الفل كده خلاص عندي ميت سهم في الشركة الفلانية فرحانا نجوم بعد كده قاله يا جماعة المكتبين الأوائل يقدروا من حقهم إنه هم ياخدوا 25 سهم جداد بس على السعر القديم اللي هو العشرة جنيه كان وقتها السعر بقى خلاص السهم أصبح متداول كان بـ 45 أبا يبقى ده هاخد إيه 25 سهم يعني 250 جنيه كمان تمام بدل ما رحت فعلي ألف وشوي فروحت خدت الـ 25 سهم بقى عندي كام 125 سهم خلاص بعدها بسنة ونص بقيتهم بكام يا مؤمن ولا سنتين الله من أفكر بقيتهم بكام 142 جنيه سيب أنا السهم شغال أنا ده فعلي ألف ومتين وخمسين جنيه فـ 125 سهم صح؟ تعالي نحسيبها سوي عشان بس تبقى أنت شايف إيه هي أهمية إنك أنت تشتغل في حاجة أو تستثمر فلوسك في حاجة آمنة عليها الإيمة قانونية شرعية سليمة هي دي بقى المسألة اللي بقولك عليها طيب بص هنا بقى خدنا المية 142 جنيه ده فيه المية 25 سهم بتوعي بقوا 17750 شيل منهم الـ 1250 شيل منهم 1250 جنيه اللي هم أصلا رأس المال يبقى أنا كسبان كام 16500 قول في سنتين صح؟ ده كده المكسب الصافي بتاعي 16500 جنيه أنا كده كسبان في السنتين ده يجي 200-300% لأ ما وده كان زمان وانا صغير يا عروس كان عندي 21 سنة أه الله والله 22 سنة شفاكر كان سنة كام وأنا سنة 98 كان عندي 23 سنة حلو طيب فاللي أنا عايز أقوله لك إيه؟ لا هو الاستثمار القانوني بخلاف إنه آمن هو مربح اللي هتلاقيه من شركات مصرية يطرح للإكتتاب خشوا وانت متطمن قوي 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 لأنك كسبان كسبان احتمالية الخسارة صفر كسبان كام في المية دي قصة تانية لكن انت كسبان كسبان هتحقق معدل أرباح كبير آه انت بقيت بيزنس مال انت الشريك في الشركة دي عندك أسهم طيب بلاش كل ده؟ أنا راجل بقى إيه؟ جامد أنا راجل مع لا بورصة ولا بقى افتح شركة عندي حاجة اسمها حاضنة الأعمال طيب أنا بنصحك لواجه الله